هذه النقطة يا شيخ مهمة جداً نريد أن ننطلق منها إلى محور أيضاً مهم نخرج منه من مسألة الوسواس القهري لنتحدث عن المشاكل النفسية بشكل عام يعني هناك من يركز خاصة على فئة المستقيمين والملتزمين ويقول بأن المشاكل النفسية تكثر فيهم أكثر من غيرهم ليس فقط في مسألة الوسواس القهري ولعلى البعض يرجع ذلك إلى ما ذكرتموه يا شيخ في مسألة أن هذا المستقيم لا يروح عن نفسه لا يختلط كثيراً بالشباب الآخرين لا يخالط المجتمع ولا يمارس مثلاً بعض الرياضات أو الألعاب التي ترفع عن نفسه كما يفعل الآخرون هل هذا الكلام سليم؟ قد يكون سليماً ولكنه كما قلت لا يعود على الدين أو يعود على الاستقامة تصرفات شخصية تصرفات شخصية تنسب إلى أصحابها وتعالج إذا كان هو يفهم الدين على أنه ملازمة النسجد طوال الوقت أو أنه انكفاء على النفس أو عدم مخالطة الآخرين أو عدم ممارسة الرياضة الجائزة فهو خطأ عنده في فهمه للدين فلا ينسب للدين ولا ينسب إلى مجموع المستقيمين وإنما نقول بأن فعلاً من توقع لدي هذه الأفكار فلابد أن يعالج نفسها الإنسان شخصية لديها مشاعر لديها حاسيس فيها جوانب ضعف لديها قدرات محدودة فإذا لم يراعي الإنسان نفسه فإنه سيفقد السيطرة عليها بعد ذلك ولذلك كما يقولون نفس الإنسان هي مطيته التي تحمله إذا كان عندك مطية أو دابة تركبها فإذا فعلت كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى فكذلك إذا حمل الإنسان نفسه ما لا تتحمل قد يفقر السيطرة على نفسه وإنما يوازن فيعطي لروحه ما تحتاج الروح تحتاج إلى الصلاة إلى قراءة القرآن إلى ذكر الله إلى حضور حلقات العلم إلى ما يقوي هذه الروح وهذه النفس البدن يحتاج إلى أن يكون بدن قوياً فيمارس من الأعمال نحن لا نريد أن نقول يمارس الرياضة فقط لأن في الحقيقة أباؤنا وأجدادنا ما كانوا يمارسون الرياضة بالمعنى الدقيق للرياضة ولكن يقومون بأعمال بدنية تقوم مقام الرياضة فالأصل أن يكون هناك حركة هناك عمل هناك نشاط بدني لكن عند عدم وجود ذلك فيستبدل بأنواع الرياضة الصحيحة كالمشي أو القري أو السباحة أو نحو ذلك مما يعين هذا البدع القوة هناك شكري يا شيخي قد يقال بأن أولئك السابقون كانوا فيما بينهم لا توجد أصلاً تلك الرياضات لا يمارسها الشباب أكثر ما يكون هم بعملهم يستمتعون ويتحركون لكن الآن الشباب اليوم هذا الشخص يرى نفسه أنه مستقيم وملتزم ويريد أن يبتعد وأن ينأى بنفسه عن الآخرين ربما لوجود بعض المخالفات الشرعية في ممارستهم للرياضة أو لبعض السباب والشتم الموجود في تجمعاتهم وما شابه فيكون مبتعداً مختلياً بنفسه هو مبتعد ولكن في داخله يريد أن يفعل ما يفعله أولئك حتى يروح عن نفسه فيقع في هذه المشاكل فالإشكالية يعني يراها البعض أنها عويصة يا شيخ لا ليست عويصة ليست عويصة نحن لا ينبغي أن نصور الأمور بهذه الصورة تصوير غير صحيح وهذه مبالغة بالتصوير المجتمعات فيها خير والمجالات كثيرة جداً ويستطيع الإنسان أن يعيش مع الناس والإنسان لا بد أن يكون فرد في مجتمعه يعني الأنبياء أين كان يعيش الأنبياء؟ كان يعيشون وسط المشركين وسط من يعبد الأصنام وسط من يسب الدين الصالحون الدعاء فهل يريدون يعني كوكماً مستقلاً بهم لا يشاهدون فيه معصية ولا خطأ ولا ذنباً هذا تصور غير صحيح نعم إذا وجد هذا التصور عن بعض الناس فهو تصور غير صحيح جميل لا بد أن يعيش الإنسان مع المجتمع وأن يتقبل المجتمع على حاله وأن يكون فاعلاً نعم أن يكون معطياً أن يسعى إلى التصحيح هذا هنا يعني التنافس هناك من يسعى إلى إغراق المجتمع في الفساد وإلى نشر الرذيلة فإذا لم يوجد فريق آخر يداخل هذا المجتمع ويسعى إلى التصحيح وإلى الإصلاح سيعم الفساد على الخير نعم الصراع هذا صراع أبدي أخي الكريم من يوم ما خلق الله تعالى آدم وبدأ الصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشاء وسيستمر إلى يوم القيامة جميل فلابد أن نصحح الأفكار والتصورات و... لا نبالغ نعم ابتعاد عن أماكن المنكر عن مخالطة هالفساد هذا صحيح وهذا مبدأ معروف في الدين لكن لا نبالغ إلى الحد الذي يقع الإنسان عزاليا نعم أو سلبيا أو لا ينظر إلى الناس بالنظر الإيقابية جميل